علي هواية لأنه مرات يكون ضمن كتب ضمن يعني مجلدات ضمن منهج معين وأنتم ما مارين عليكم هاي المناهج ده تمر عليكم أمور شنية كل شي ضوضاء يعني شوي ترتبوها القاعة it's too much طخ عندي اوكي الجوقة بعد ما يبقون هنا زين اوكي اذا هنا قانوني تشوفوا بالجوجل نوعا ما ما هي تفسيرات الكنيسة قد يكون ولهذا أكو هواية ناس ياخذون تفسيرات خاطئة ويمشون بيها وتعلق في أذهانهم لكن احنا نحاول بكل امكانياتنا نوصل تعليم شنو تعليم الكنيسة لأنه تعليم الكنيسة ينطي تفسير شنو تفسير معتبر ورصن ورزين يعني هذا الشي اللي يريده احنا اليوم ما نوقع في مشكلة السطحية بالتفسير ولهذا الكنيسة يجب ان تكون مصدر لتعليم لتعليم مو بس انه نمارس الاسرار المقدسة طبعا هذا الشيء مهم جدا لكنهم نفس الوقت امام الاسرار المقدسة هناك كلمة الله واحنا جهل بكلمة الله خلينا نقول يعني صراحة هسا اذا سوي امتحان لكم كلمة الله ليس تنقيصا من شأنكم بس نفس الوقت يعني نوعا ما انه ما عدنا معرفة المعرفة مالتنا هي منصبة على شيء اسمه شنو تعليم المسيحي طبعا تعليم المسيحي شنو هو هو اسلوب كان يتبعوه سابقا المدرسة السكولاستية يعني شنو التعليم المدرسي طبعا من بينهم القديس توما الكويدي هذا القديس كان شي يشوف يشوف بانه كل الامور المعطات بالمسيحية هو سؤال جواب وين الله كل مكان هذا هاي اين الله في كل مكان تهت نقطة يلا حتيلي شنو في كل مكان يلا حتيلي شنو في كل مكان اضيع على الله لا لا يعني هم غير محدود هم كل ما ما نفهم احنا البشر لان احنا محدودين لما نحكي على شيء غير محدود ما رح نعرف شيء لانه انت تكلم بالامور اللي تخص ترابيتك فبالتراب انت بحدود لكن انت باللا محدود ما تعرف كل شيء ما ريد ادوغكم فليش نقول فلسفة لان الفلسفة هي مجرد افكار نوعا ما ما تفيدناه وايا وهذا اللي حذرنا منا القديس بولس قال لا تروحون ولا لي تفلسفون الفلسفة شنية هي انطيك فكرة وظل فكر بيها بس الحياة يرادلها شيء خبرة مو فكرة الفكرة اقدر انا اوصل لسه للسماوات الثالثة مثل ما يقول قديس بولس اقدر اوصل للسماوات السابعة بس بفكري بس انا وصلت لو لا ما وصلت فاذا النظرية تخليك بمكانك تاكل بمكانك تشرب بمكانك تموت بمكانك بس خلي راسك مليان افكار وكل افكار خيالية تقدر لكن لما تصير الموضوع بس نظريات احنا وقعنا بمشكلة كبيرة فانس ايمانا يعني خاصة المونة والتعليم مالتنا شنية سؤال جواب اين الله الله في كل مكان متى ولد يسوع ولد في هلقد شنو هذا شسمه ليش هذا اسمه هيتي لانه هيتي وهيتي وهيتي وهل امه جرا السؤال والجواب في وقتها كان زين حلو مرتب يساعدنا علموشنو نخلي اصول لتعليمنا قواعد نريد نفهم حلو بوقتها حلو بس هسا اتعز شي عدنا هو هذا انه ارتضينا بامور التعليم المسيحي بس اللي اخذناها من طفولتنا وكبرنا عليها وطبعا شنو ما غذيناها بالتغذية الحقيقية فصارت هذه هذه انقلبت علينا ليش لانه اليوم الايمان يراد لك خبرة الايمان جنين يراد يطلع من الرحم على مد يكبر اذا انت تبقى على هالكلمات وعلى هالسلة والاجبة متنى حتى اليوم تعليم مسيحي بالكنايس مو القد ناجح اقولكم اياها انا احكيها على مستوى التعليمي انا ماذا احكي على مستوى الكنسي وهي اليوم تعليم المسيح همين يراد له واي امور يسحوها بين قوسين وطبعا هذه مهمة جدا حتى نبدي نعيش ايماننا يسحوه ورشة عمل اليوم التعليم مسيحي لازم يكون ورش عمل لما القديس دونبوسكو تعرفوا هذا دونبوسكو قسوة كان شاف الاطفال كلهم وين شاف كل الشباب واطفال كلهم بالشوارع ما اجا لزوهم سوالهم مدرسة ما سوالهم سوالهم مكان ورش عمل ليش لانه انت من خلال العمل تقدر هم تعلم بس انت شي حركي حتى يرتبط بجسدك يرتبط بروحك يرتبط بنفسك ليش اليوم احنا ايمانة مو هلقاد لانه ايمانة سكولاستيكي مدرسي يعني يا وليد يحتي اول ما اقوله وين الله كل مكان طفولة عقلك عقل طفولي اصلا الله مو بكل مكان هو بكل مكان مية بالمية بس فعليا الله مو بالمكان اللي يزرعون بيه حشيش تقبلوها انتو وجود الله كيف انت كيف انت تقيس وجود الله وجود الله يكون فاعل مو انه انا دعا سوي الخطيئة والله قاعد دعا يشوفني الله يكون حيث انت تكون حيث تصلي وحيث تشتغل وحيث لما يباوى عليك انت في مكان مو زين نجس ما طيب وهلما جرا الله ما يكون موجود ليش لانه الساحة طيتها منه للشيطان فدائما اتعلموها اخوتي واخواتي انا بكل مكان لا تجاوبوا هذا بعد الله كلي المعرفة كلي الوجود اوكي فمن يحتاج انه نقول هو بكل مكان او هو بهالمكان احنا نحتاج انه نوجد الله بهالمكان الله يحضر يقول يسوع اذا اجتمع اثنان او ثلاثة وين انا وين اكون شنو معناها معناها انت رغبتك توجد الله هو بكل مكان بس لما تكون انت انسان فاعل بعلاقتك ويا الله يسوع يقول الله راح يكون بوسطكم انا يكون بوسطكم لما انت تريد تكبر تريد تصير انسان قديس انت لما تجي الكنيسة وتغمض عينك وتقول يا رب اريد القيك بهالمكان بس كوايا ناس قاعدين بالكنيسة الله ما اكو بحياتهم بس متعودين على القربان تقبلون بهال حد شي ما نعرف احنا برا منحكم بس بالنهاية اخوتي واخواتي اليوم نحتاج انه ندخل بكلمة الله وشويا نغير من هالاسلوب لازم نطلع لازم نتعلم احنا مو لما نتعلم هالأمور نصير انجليين او غيرها وينعتون بهوايا نعود لما تصير عندك معرفة تعرف بكلمة الله اتمجد الله وبنفس الوقت تشوف هالشخصيات بالكتاب المقدس اللي عاشت هالخبرات العظيمة ويا الله ونفسهم آني اقدر اصير انت تقدر تصير اي واحد بنا ماكوشي اسمه حكر على ابراهيم هو من ابراهيم اخوتي واخواتي خليني اجي عليها ابراهيم اتعس شخص موجود بكتاب مقدس قلتوا متعظموا مار ابراهيم مار ابراهيم او ايش يعني من نقول مار ابراهيم يعني هو وصل لدرجة تكلم مع الله مو بس ابراهيم ابراهيم واحد جبان واحد جبان واحد يدور فلوس شام بحيث اخذ مرته وانطاها للفرعون وانطاها الابي مالك ملك جرار قال انتي صيري اختي ما اقدر انا اسوج زوجتي لانه بالزوجتي انا تروح رقوبتي وهنا ما حصل منك شفلوس ايه واغدق عليه فرعون وملك جرار كثير من الاموال شو ابراهيم هذا هو خادم الله هذا هو هذا هو الشخص اللي هسه اليوم المجدة شوفوا تاريخه فكل تاريخنا احنا امن تاريخنا شوية كلنا يعني اكو بي نجاسات ما نسوي النجاسات كل واحد يطمطم وسبحان الله ايه نظرية بعلمنا في اسمال علاقة بالايمان الناس اللي مرتبطة بالكنيسة هواية قد يكون تاريخها مو هل قد هواية قد يكون يعني يقول لك انه حتى اكفر عن الشي اللي صار التسق بالكنيسة قد يكون مو ما نقدر نحكم لانه هذا حكم علينا بس اكو ناس هيت شلو لا قوايا سووا امور وشعروا بذنب قوي فرادوا يكفرون عن هالذنب بانه يومية بالكنيسة مثلا 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 مو هذا هذه مو قاعدة تطبق على الناس بس اكو بي نهيت اكو بي نهيت وهل امه جرا المهم بالنهاية احنا كنا نجسين ولكن المسيح السوى الطان واقع التطهير التطهير الداخلي مو الخارجي مو سمعتنا سمعتين من الناس ما تسوا فلس تحشون علينا ما تحشون علينا تطلعونا مو زينين المهم بعيون الله احنا منه هذا اهم شيء اخوتي واخواتي ولهذا نشوف انه الشخص الكتاب المقدس كلهم شخص عليهم علامة استفهم فالمهم مو حسن منك طبعا مع احترام القدسية واذا انت قدرت انك توصل الى مرحلة انه تبدي تطور بعلاقتك ويا الله مثل ابراهيم من هالمكان اللي هو كله ضعف وابتعاد عن الله وشوفوا انتو قرب سفر التكوين شون ابراهيم سكت الله ما ديح تحشيوا ياه بعد شون ديح تحشيوا ياه بش راح المصر سكت الله شنو معناها معناها الله ما يتدخل بالطريق ويقول لك هاي تعال رجع يا الله تعال تعال رجع احنا ش انتفقنا لا الخطيئة الخطيئة دائما مقابيلها اكو كلمة تعفوش شنيا الخطيئة تتأسس عشنو عفيا على الحرية ماكو خطيئة ما تتأسس على الحرية اليوم لما نحن نشوف واحد راح مثلا كتل واحد اللاخ وهو تحت ضغط مثلا حشيشة او مخدرات او مرض نفسي الدولة ما دينا هواية مثل واحد عند عقل ليش لانه ماكو حرية كان عبد للمرض فما يحكم عليه مثل الحكم اللي واحد يقول لك مع سبق الاصرار والترصب يعني شنو معنى معنى هو واعي شنو بالنتائج والعواقب بس الانسان اللي مثلا سكتسوفرينيك مثلا الانسان عنده فصام بالشخصية الانسان اللي عنده مثلا خلي نقول بين قوسين كآبة قوية اللي عنده سايكوسيز اللي هو العصاب اللي هو ما عنده ارتباط بالواقع اللي دي يعيشه ابد فيشوف يمكن ابوه واحد يريد يذبحها وامه واحدة موه خوش فيريد يكتلها وهلما تجرنا تصير خيالات لمن يكتل الدولة تقول هذا الشخص كان تحت تأثير طبعا اكو الحق العام اللي يسجنه بس الحق الخاص همين تعالوا هنا هذا الولد كان مستعبد للمرض فما يعرف ما كان عنده عقل الخطيئة لا يمكن ان تتم الا في كمال العقل والتفكير يعني شنو اشتراط وجود الفكر والرغبة والنية فاذن هنا كلهم الشخص بالكتاب المقدس مروا بهذا الطريق وابراهيم هم مر وراح المصر وسلم مرت على اساس النية اخته وين كان بيجوا من الحرية الله ماكو الله غاب وهذا هو كل ما الله ابتعد كل ما صرت حر تهمتها ها كل ما الله ابتعد انت صرت حر ولهذا اللي صر زنقين وهو اللي صر عنده قوة ونفوذ من يبدي بعد يصلي لالله يقوم يتصرف اكثر مرتاح هسه من تشوف الله فوق مشكلة ليش لانو انا اسوي مشيت الله بس انا داخليا ما اريد انا اصلي لهذا عدوي مو خوش انسان هذا شا صلي بس من اقرأ كلمة الله يقول لك صلوا من اجل اعداكم اقوم انا اروح اصلي بس 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 الخاطر الله مو هاي حياة موجودة بالمجتمع نوال السعداوي تعرفوها نوال السعداوي شخصية قدرت انه تتكلم عن امور هي مو سهلة على المجتمع العربي انه يقبلها خاصة الامور اللي تخص الابعاد الجنسية عند المرأة والرجل وين هو الاصل وهلما جران وغيرها نوال السعداوي ما حجت على النصوص التوراتية بس كانت فكرتها عبر كثير من الابعاد الحضارية انه بالفعل هي المرأة المرأة هي الاصل وانا اقولكم واني مؤمن بهذا الشيء انه المرأة هي الاصل الرجل مو هالقد محترامي ها تاريخيا وحضاريا الرجل انسان الرجل اي احتي اي فرحة شاني اذي يوم راح تفرحين الرجل شون اقولكم هسا خلي اشبه هالتشبيه حتى لا اخليه ضمن تعريف معين بعدين ضجوه من عندي الرجل مثل هذا الشخص القاعد من بعيد دا عادي شي دا يراقب الفريسة تنوكل من هذول الحيوانات الكاسرة بعدين هو ييجي الفاضل يأكله شي سموها ما اعرف شي سموه انه انسان مستفيد بس مو فاعل مو فاعل لهواية هاي حضاريا دا عشي يكوناس الضوج خلي الضوج ما يخالب احنا دي نحن حضاريا حضاريا طبعا ما كان عندنا شي اسم الاله كان عندنا الاله شوفوا هنا هذي ديروا بالكم عليها ما كان اكو اله ذكر قديما كان دائما الاله هو انثى ليش لانه المرأة عندها خاصية جسدية مهمة لازم تعرفوها بانه عندها خروج الدم الشهري تعرفون هذا الشي هو من الله من خلقتها وتكوينها الفيسيولوجي الرحم عبارة عن شنو الرحم الرحم تعرفون شنو يعني الرحم هو يعطي الحياة اوكي يعطي الحياة والحياة اكو بيها صفة مهمة جدا هي التجدد ولما تتجدد الحياة شي يصير يصير انسلاخ للقديم باعوا المرأة تحمل كل الكون بداخلها ليش لانه عندها قابلية على التجدد والتجدد هو مفروض على جسدها مو بقبولها هي مو بعقلها وين يصير بالرحم الرحم ينسلخ كل شهر والرحم يتجدد كل شهر شوفوا هنا شنو هذه المرأة وشنوها القابلية لعدها نزول الدم هذه علامة كان يعتبروها الحضارات القديمة هي علامة سحرية وقوة ما يتمتع بيها الرجل بس المرأة ولهذا من وراء هذا الدم اللي الدم شنو وراء شنو أخوتي رمز الحياة الدم فالدم ما نقدر احنا شنسوي نتلاعب به خاصة بالكتاب المقدس ترى يعني الدم إلى تعابير كثيرة وتعرفون كل زين عدنا أكو جماعة ليس حوالي شهود يووا اتفكر بأنه حتى بنسوون عمليات ما يدبرعون بالدم أو يأخذون دم لازم الدكتور يسوي العملية بدون ما يطخ بالدم لأن الدم هو من من الله طبعا هذا الشيء يعني بعدين نحكي به لا نقدن ولا هاي بس المهم يعني مو بهالاسلوب هذا نحكي عليه فتشوفون أنه دائما دائما نزول الدم في الحضارات القديمة أولى شأنا للمرأة وسواها وعلاها إلى ردبة الإلهة فإذا نهنان أول ظهور للإلوهة كان ظهور أنثوي مو ذكوري وإذا تشوفون بالعصور القديمة العصر الفاليوليتي عصور يعني هاي القديمة الغابرة جدا أصلا قبل ما ينكتب الكتاب المقدس كانوا يصورون المرأة بأذداء كبيرة إلهة ببطن كبير ورأس كبير كل شيء عدها حجمة كبير على مد شنو على مد بينون بأنه هي رمز للعظمة والفخامة وكان الرجل ينزل ويعبدها صحيح أيبا رجع هذا الزمن فإذا هنا تأحظون بأنه المرأة عدها علامة جسدية ما يقدر الرجل يخفيها اللي هي أنت هوايا هوايا نساء يضوجون من هاي الفترة بالفعل هي فترة يصير بها حدة بالطبع عند المرأة ليش لأنه ما تكون مرتاحة مو كونفتبل ليش لأنه هذا جريان الدم وغيرها ما يخليها تكون مرتاحة تصير عصبية ولهذا يعرف الزوج إذا مرت فيقول إيه أفتهم قبل أخذ سيارتك وفلت لأنه مدفي ذك يعني المهم لكن هذا الرمز هو يبين عظمة المرأة ويبين قدرة المرأة على التجدد خلي نقول مثلا من بعد يتجدد عندنا آه إذن هنا إذن هنا سنتسأل ليش ظهرت الحية بالضبط تحكي ويا حواء ليش ليش الحية ظهرت سؤال واحد مرات يسأل ليش ما طلع عنا غير حيوان وطبعا تعرفون يعني الحية هي صحيح رمز الحكمة بس أكفت شيء أعظم بالحية يخليها توازي حواء أول شيء جذر اللغوي حية حي حواء أحيات اثنين هم عندهم رمز التجدد وتعرفون هذا الشيء مهم جدا اثنين هم عندهم رمز التجدد واثنين هم عندهم قابلية المخاتلة يعني يعني شنو يعني عندها قابلية انه تختفي بين الصخور عندها حدة الذكاء فالمخاتلة بيها ذكاء وحنكة حواء عندها نفس الذكاء حواء همين لما نيجي زوجها شما يسوي طبعا الزوج عندها أساليب بأنه يهزم المرأة يهزم ها بصوتة هاي المرأة توقف تباو علي عيط يأكلها بالصوت وبالحشي بس هي عدة لا تنحشي بالمحاضرة منها الدموع وتعفو كل الزين أن المرأة دموعها قريبة على عينها قاذفات مستعدة للانطلاق ليش لأن المرأة خلايا الدموع وخلايا الحليب هي نفسها سبحان الله الله خالقها عجيبة غريبة المرأة أنه نفس الخلايا تنتج الحليب هي نفس الخلايا تنتج الدموع زين ما عدا أمور كثيرة نحن ما نحكيها بس نريد نوصل إلى نقطة ومربط الفرز بالموضوع أنه أتشن الحياء توازي حواء توازي هاي بالرياضيات تساوي هاي بالرياضيات زين رح نرجع على الحدث الكتابي المهم اللي بي كان مو لقاء آدم بالحياء لقاء منه شوفوا هنا هاي الشجرة وهنان منه الحياء باعوا هنا وهنا حواء شعره هاي شعر هاي شعر مثل أيام زمان دول النسوان شعر والنان بالمهجر كل شعر ميتي هاي زين زين المرأة دا تتكلم ويا الحياء والحياء دا تتكلم ويا المرأة هذا الحوار لاحظوا هذا حوار نفسي مروحي بس هذا يبين شيء واحد بأنه هناك فهم بين هال كيانين أنا ما رد أحك على القصة التوراتية قصة التوراتية موجودة بس ندخل بالعمق نشوف بما أنه حواء والحية عندهم هواية صفات متشابهة كانو ما كان أكو حاجي هنا كان أكو هنا مراية واللي كانت على الشجرة هي نفس حواء ها ها قص إيدي ذا بتاهم تش حاجي هان ما نحك على النص ما الكتاب مقدس بس خلي نحك ليش لأنه هنا نبين بأنه صدق المرأة هي الأصل صدق المرأة كانت هي بالوجود الرجل لمن ظهر الله خلق من خلق من الطين المرأة خلق من عظم وهذا معناه أنه المرأة أقوى من الرجل ولهذا المرأة تموت بعد الرجل أبد ما شايف مرأة ماتت قبل الرجل إلا إذا صار بها إلا إذا صار بها مرض بعيد الشر عنكم هنا تلاحظون دائما المرأة هي أقوى من الرجل حتى في الحياة هو مخابص لو عضلات ويروح للجم يكتر روحها لأنه إنسان يخاف خطية لاحظوا هنا لكن المرأة تبقى هي الأصل حتى حياتها هي أطول من حياة الرجل فإذن هنا شن القضية القضية إنه كل الممكنات للمرأة موجودة والمرأة هي الإله وبالفعل الآن نشوف إحنا ليش ما خلى الله عاد همين هنا النص الكتاب يقول بس كانت حواء ده تحتي ويا المرأة ويا الحية زين السؤال هنا لأن المرأة كان عدا رغبة إنه تصير وإنه تصير إله لا ولكن لاعظوا هنا إنه ده نشوف بأنه المرأة تقف أمام شجرة المعرفة معرفة الخير والشر ولكن ده تكشف عن ذاتها وكأن هذه الحية هي وجه من وجوه حواء أو هي كيان نفسه من عكس واحد لما يفكر يفكر ويا نفسه شي يقول شي يقول آني أسوي هالشي لا لا يجي صوت يقول لك لا لا تسوي هالشي فإذا أنت مرات من تحكو ويا نفسك تم قسم ش تصير اثنين وهذا الشي هو بس خاص بالإنسان يعني شنو الحيوان ما يقدر يقعد يفكر ويجي لجواب يقنع بهالشي لو لا يقدر بس يتوجع على الغريزة أما الإنسان من يقعد يقدر يتصور نفسه يقول سد الباب عفوني وعدي وكأنه شنو يريد يلتقي بذات العميقة فإذا الإنسان مو واحد الإنسان اثنين يوجه الخطاب يجي للخطاب هذا الفكر الانعكاسي أنه أنا أصير اثنين أنا الأسأل وأني الأجاوب وهذا يصحو بالأدب يصحو المونولوج المونولوج يعني كلمة وحدة تروح وتجي زين أنا أحكو نفسي فإذا هنا كان حوادة تحكو نفسها فإذا الحية هي انعكاس الحواء لأن اثنين يحملون الحياة واثنين داهية واثنين هم عندهم طعم التجدد واثنين عندهم مقام الإلوه عدم طار من القضية حتى بولس بولس يدافع عن آدم يقول هذا انتو شم شلبين بآدم المقروض كلها براس هاي حواء هاي كلها هاي حواء ما حواء هي صاحة الآدم شون شخصية يا آدم مو انت أول واحد مخلوق يحض يحضر يحضر انتو الواحد مخلوق وانت قبلها ولكن لأنه شنو لأنه ما عنده مقومات الإلوه ما يخوف مو ذكي الذكي يدخل بمكاناته هواية عجيبة غريبة سان الكسلان تشوفون مرات تعرفون روثمن روثمن كان واحد تعرفون روثمن هذا بجو غاية هذا كان كان ساعر ما الكنيسة فمرت المنطقة ماتلا بمجاعة غير طبيعية فالقز قال لبعد أنا ما أقدر أنطيك شي لأن فدمرة صارت شغلة بايق هوا ما أنطيك راتب فقال روح دور قال شو سوي دور وين رح قال ها كاي تشان فلس روح مشي أمورك بس بعد ما نقدر يعني شغلك يمنى لأن فدمرة نعاني المجاعة خذت تشان فلس راح شاف عم عمالة قاعدين دا يتعاركون على جقارة أي من ورا الرث ما احنا افتهمنا شنو معنا تبيع فل قام بدأ يروح يبيع فل يشتري جقارة ويبيع جقارة ويكسرها وينطيها لهم وياخذ على حساب بدأ يجمع يجمع إلى نسوى كشك ورا الكشك سوى محل ورا المحل سوى مع مع العلم اسمه روثمن تعرفون يعني شن روثمن يعني يشتغل بالزبل بالفضلات مع الحيوانات كل انسان هو روثمن ويوميا يشوف الروث مالته بالحمام ولما يطلع من الحمام يروح يشوف اكو اكو فضلات اللغة تنشمر عليه من الناس وهل ما جرا لاحظوا الانسان يتعامل ويا فضلات الاخرين وفضلاته والفضلات سموها نفسية سموها جسدية المهم بالنهاية مشكلة الانسان ما يريد يعرف انه قيمتها هي قيمة بخصة بس الله علاها وليهذا الذكي 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 ما يقول هذا ليش موجود هنا شوف واسا جيبوا الواحد كسلان يمشي بواحد ذكي يقول هاي ليش موجود هنا بالطريق بينما الذكي شي يقول لا غلطاني الذكي يقول هذا ليش ما موجود هنا كنا نقول هذا ليش موجود هنا بس لما تمشي بمكان اذا انت الذكي تقول هاي ليش ما يخلون هنا ليش شنو الفرق الفرق انه الذكي يستنبط يخلق الكسلان مثل الجمل عم 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 كل الماضي عم عم واحنا عندنا مشكلة اليوم طقصنا هو طقص خلاق بس اللي داي يشتغلون عليه هم ناس عم عم ولهذا ما عدنا ما عدنا هوايا ناس يخلقون الطقص من جديد يلطوف بعد عميق عدنا ناس يقصقصون بيه بيها مجا بس ما عدنا ناس هوايا يخلقون عدنا اذا تغير شي اذا تسوي شي شوفوا لاحظوا هنا الذكي ما عدنا هوايا عدنا ناس كسالة بس حتى لو يتحرك مننا الباجر الذكي هنا اللي يخلق ولهذا لاحظوا هنا انه هذا الواقع يبين بانه حواء هي الاصل اكو جملة يقولها الله بالكتاب المقدس تبين هذا الشي بعد بشكل اعظم من يعرض يقول الرجل يترك اباه وامه ويلتصق باعوا هنا ديروا بالكم هاي مش سفر التكوين هذي تبين بانه المرأة هي الاصل ليش لانه المرأة دائما من الثابت بالقضية المرأة الرجل يقوم يترك اباه وامه وامه احنا شعدنا بالمجتمع المرأة تترك ابوها وامها وتتزوج دا تلاحظون بس هاي ليش صار بالمجتمع حيج لانه المرأة اكبر عدو للرجل با هسا احتيكم نفسيا ها تحليل نفسي هذا مه هسا احتيكم يعني لعشين هاي الهدايا والهاي حتي سكتوكم لانتو عدو هه هسا هسا ثبتها صدقوني وحياتكم صدقوني باعش دا يصير بالمرأة ترى هاكو عدوان اي فتشوفون هنا العامود الثابت هو المرأة الرجل يترك اباه وامه ويلتسق بزوجته مين الدي يتحرك ومن الثابت مرأة الثابتة المرأة تعرف دربها المرأة تعرف مكانها تعرف دورها الرجل المشكلة ما يعرف شي فلازم يقزقص يقزقص حتى يرتبط بزوجته اش سوى المجتمع مالتنا قلب الآية خلى المرأة هي اللي تترك وهو بقى ويماما وبابا ليش حتى يسكت صوتها العدوان حتى يروضها لان المرأة حصان جامح وهي مشكلة كبيرة لازم تعرف وليهذا انه الرجل دائما بالزواج يحاول ان يروض المرأة دائما يتعارك وياها يأذيها 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 خاصة من تشلنا بالشرق تشوفون الاعتداءات الجسدية هنا اليوم الحضارة وياها زين كانت تنضرب وكان اكو ناس حتى اولادة يضربوها ليش لانه دائما المرأة مشكلة المرأة بالنسبة للفكر الشرقي هي عورة ليش قالوا عليها عورة لان تخوف جبارة بيدها تصنع المجتمع وبيدها تهد المجتمع بلحظة بملهة واحد انخرب البيت شوف الرجال يروح ملها من الصبح للليل ولا كأنه بس المرأة اذا خربت كل البيت خرب من هو الاقوى مرأة اليوم اليوم المرأة اليوم اي فانتوا لاحظوا فالرجل يترك اباه وامه ويلتصق بامرأته فاذا المرأة هي مو شخص سلبي المرأة هي شخص ثابت وعند قدرة قوية على الحياة والحياة بوفرة ليش لانه عدا قابلية على التجدد والتجدد هو في جسدها في هذه الامور اللي تخرج من رحمها اللي تبين انه هي والحيا يتجددون ذيكا تسلخ جلدها وهي تسلخ رحمها واثنين هاتهم رمز الحياة لاحظوا لاحظوا والحماية والحياة ولهذا يسوع دائما يحتي وجاب سير تلحية تذكرون مو من يقول كونوا حكماء ليش حكماء الحياة ليش الحياة تحتي شنو حكمتها بيش بيش حكمتها اي يعني شنو ش تسوي تاخذ وقت دكتورة هي لا عزيزي لا كونوا ودعا كالحمام حكماء كالحياة طبعا هذه جملة قالها يسوع عظيمة جدا لو تبس تتأملون بيها كل عظيم الو منعوف الجزء الاول ودعا كالحمام حكماء كالحياة هذا يأكد شيء واحد ان الحكم ليس للرجل حكمة للمرأة ولكن شوفوا شن القضية اللي تصير الحياة اول شيء ذكية اذا صارت هوسة وغيرها شيء يصير بيها اول شيء تغير جلدها وفق بيئتها تروحون على الحياة بالصحراء اش تطلع شون حياة نفس الجلد مع الصحراء بحيث تختفي بيا الصحراء بحيث ما حد يقدر يلقفها بحيث عدها قدرة على التخفي شوفوا اش قد حكيمة ذكية هاي وحدة اثنين شخص down to earth يمشي يمشي وين على القاع واقعي ما يطلع على الاشجار ويقلب الدنيا دائما يسحف ويا الارض يعرف شنو معدن التراب ويعرف شلون يقعد يتجسس ويتحسس كل ما يوجد على الارض شوفوا هنا ولهذا الكتاب المقدس يصور الحياة كشيطان العفو اي في التجارب من يقول اذا انت ابن الله حول شنو حجارة لانه هي عايشة بين الاحجار تحرف بعهنانا الذكاء وين تراب يعني ارتباطها بالتراب ذكية بالارض لكن القديس يعقب شي يقول يقول ديروا بالكم من الحكمة اللي شبيها الارضية احنا الحكمة اهم شي السماوية فحكمة البشر موها القد ما تسوى انما الحكمة التي تأتي من فوق ولكن لما نحشي على الحياة دائما نركز على الحكمة الارضية الحكمة الترابية الحكمة اللي تخليها ماكو عدو يقدر عليها تعرف الزواغير كلها وتعرف زواغير زوجها مثلا بين قوسين فتلاحظون دائما ذكية كلوا لي بس الله عليكم منه العصر مرأة مرأة آدم يبين بنص الكتاب شخصية سلبية تعرفون ليش لأنه حتى من خلقة حواء هو شنو نايم تعرفون هاي شنو معناها معناها طول عمر آدم مايعرف سر حواء يعني الزوج يكتر روحها مايعرف سر مرت مايعرف شو سوي له اليوم أخلقها مشكلة فإذن أخوتي وأخواتي لاحظوا هنا بسبب الخطيئة شنو اللي صار بسبب الخطيئة كل هذه الأمور تبدلت الإنسان أردي الآدم أردي عانى لفترات طويلة من عبودية المرأة عبدها عبدها وصلى صلى إلها وسواها أم الإله وبنفس الوقت يعني وصل مرحلة إلى عبودية مسحة شخصيتها لكن شنو اللي صار الانقلاب وين صار بالخطيئة الخطيئة شنو الله الله أخذ موقف سلبي من المرأة شوفوا بالبداية الحجي وشوفوا بالنهاية الصار قالها أنت بسبب الخطيئة ما لتش سرتي راح تصير عبد الرجل هنا صار الانقلاب لاعظوا هنا بسبب اللي صار من قبل حواء لأنه حوائية اللي أكلت وهنا المجتمع اليهودي الفكر اليهودي خلي نقول بين قوسين اللي كتب اللي كلم عن التوراة اعتبر حواء من هي هي مصدر اللعنة لأنه هي حجة ويا الحية والحية قنعتها بأنه شنو بأنه إذا أكلت من هذه الثمرة راح يصير كالآلهة أو كالله فإذن هنا هي أغذت وأكلت ثم أقنعت آدم دائما شخصية سلبية آدم كنت ما يفتهم ولحد من اليوم مرات يتساءل شلو الصاير شكوا وشل بيت انقلب هنا مشكلة كبيرة إنه هي سبب هي التي أدخلت اللعنة للبشر من هي حواء كانت هسا حواء الملكة الإلهة الآن بسبب تبدل الظروف بسبب قرار حواء بأكل الثمرة وعصيان الله فشنو صارت قالها هاي انت بعد انت رح تصيرين عبدة تنساقين الزوج لما نيمشي زوج انت تمشين ورا بعد مو تمشين قدام وصار الفكر اليهودي يكره المرأة وبعد هذا الشيء اللي صار بدأت المرأة تنضرب وتنكفخ هواية خاصة في النصوص الكتابية وراح نشوف كم نص بانه المرأة هي مصدر اللعنات اللي دخلت على البشر وهذا الشيء اللي نشوفه انه بسفر اللاويين بسفر الخروج يعني اكثر شيء مؤلم للمرأة المرأة صارت لا شيء صارت خدامة اول شيء خدامة صارت من ممتلكات الرجل باعوا هنا ممنوع الورث ما عدها ورث ممنوع الادلاء بالصوت ممنوع الشهادة ما تقبل شهادتها شهادتها قدام مئة رجال شوفوا 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 قلبة الأمور على رأسها ليش لأنه الفكر اليهودي شي يقول يقول أنه حواء هي سبب اللعنة مو آدم آدم ما أكل أول شيء منه أكلت حواء هي اللي عصت الله فالله قال لها أنت نحو زوجتش حتى التلمود البابلي التلمود البابلي يقول سر وراء أسد ولا تسر وراء امرأة اليهودي حينما يصلي كل يوم تعلمش يقول أشكرك يا رب لأنك لم تخلقني امرأة ولما المرأة تصلي تقول أشكرك يا رب لأنك خلقتني وفق مشيئتك أنه أنا إنسان وضيعة ما أسوأ فلس باعوا الانقلاب اللي صار تشوفون بسفر الخروج أنه إذا الرجل مات الأب مات المرأة شي سر بها العفو مثلا ما عنده ابن عنده بس بنت يقول لك تروح الثروة للبنت إذا ما ك ابن إن كان هناك ابن البنت ولا فلس تاخذ وإنما يجب على الأخ أنه ينفق عليها زين وإذا خلف الأب عقارات فيعطى من العقار وفق شنو وفق حكمة الابن إذا يحب أخته يطيها شوية من العقار أما إذا كانت الأموال منقولة يعني كاش وما كاش يضموها جو الكاش وجو ش اسم فأنت ولا فلسط طيها يعني بالكاش ما لحق المرأة هذا ما مطبق قصة كلها يمه بس على العموم لكن شنو الشي اللي باعوا هنا كل شي يقويها ما انط الكتاب المقدس حقها ليش لأنه صار تبدل بالطبيعة انه شنو انه انتي ادخلت الشيطان وادخلت الموت في جلسدنا البشري فاذا تستحقين اللعنة فبدوا يضربوها بهالسفرين اللاويين والخروج حتى شوفوا اذا الرجل تزوج بامرأة باعوا هنا باعوا قمة التعاس يقول ان لم تطبخ جيدا وهاي تحذير للنساء طبخ عدل يقول لك ان لم تطبخ ولم تدخل بعقل زوجها فيترك ها مباشرة ويعطيها كتاب الطلاق اما هي ان وجدت في زوجها عيوب فروحي ضرب براس شفيت حي هاي الشريعة اليهودية من حق الاب ان يبيع بنته من حق الاب ان يبيع بنته وينطيها الواحد اذا هذا الواحد شوفوا بعض بعض التشرع اليهودي هذا كتابي ها اشتراها من ابوها اذا اشتراها من ابوها وحبها فليخطبها ولكن لا تخرج كخروج الجواري تخرج مثل عروس بس هي اشتروها شوفوا هنا نجد نفس الشيح المهر المهر هو تقليد يمتد لهذا الواقع فالاب يبيع بنته وياخذ فلوس اذا اخذها مالكها وشاب بيها عيوب ما يرجع ما يبيعها من جديد يرجعها لللي يباع على ياخذ فلوس اما اذا هذا الرجل لم يخطبها بل ابنه من احبها فيعاملها كابنته تفهمون شوفوا التشريع اليهودي انه فهنا شوفوا الفكر انه راح انتقم منك يا مرة كل هالعصور اللي سيطرت بيها علي انا كرجل هس صار ساعدي قوي وصرت اقدر انه امشي حياتي وبنفس الوقت من خلال هذه الفكرة اللي هي الخطيئة وحكم الله على المرأة بانك شنو تكونين مساعدة لهذا الزوج او بنفس الوقت خادمة لهذا الزوج بسبب خطيطك هذه هي الضربة شوفوا انتم شفتوا هذه الضربة مال الله الله ضرب حواء ضربة قوية مو بس ادم حواء ضربة اقوى انه انت بعد الحكم صار بيت زوجك مو بيتك ولهذا الانسان بده شي سوي من صار هذا الانقلاب بده الخوف اللي عنده يكبر باللاوعي المرأة عدها استيحتها اللي تقدر تميل سيدها وتقدر تسيطر عليه وشوفوا شون تستخدم واليوم عدنا غواية حالات اللي هي حضارة الاستهلاك اليوم المرأة بيجد تسيطر على الرجل خاصة في حضارتنا اليوم بالمهجر بالجنس اليوم المرأة بكل شي تشوفوها جسد عاري ملجس ما ده نقول على المرأة بصورة عامة اليوم في حضارة المهجر تستخدم جسدها حتى تسيطر واليوم حضارتنا هي حضارة نسوية أنثوية كل شيء بيها أنثوي حتى الشباب ماذا يصيرون تلاحظون هنا هل يتنازلون عن طبيعتهم الذكورية على حساب الطبيعة الأنثوية لأن الأنثوية صارت أقوى من الذكورية حضارة القديمة كان الأبضاء يلف بهذه الشوارب هل صارت غير شكل المهم بالفعل حتى في الأدب المصري نجيب محفوظ طلع هاي ثلاثية مالت الشسمة السكرية والهاي شنو معناها معناها تسيد الرجل واقع الرجل على المرأة بس الرجل لحد اليوم لحد فترة أخيرة خالي نقولها أنه يخاف من المرأة ولهذا يريد يروضها فإحدى صور الترويض شنية إخفاء محاسنها يدخلون هذا الشي بواقع ديني فإخفاء المحاسن ما طلع بمقابلها حجاب الحجاب حسب التحليل النفسي ليس حسب الديني الحجاب هو خوف الرجل من محاسن المرأة مو ستر المرأة ديروا بالكم الرجل ما يريد يشوف محاسنها وهس أنتوا لاحظوا دائما الرجال يفكرون كل ما المرأة اتحجبت أكثر كل ما تصير أحلى لأنه الرجل شي سوي يقوم يقوم يتصور ما قد ستر تدفعون فهنانا دائما الرجل يحاول أن يخلي موانع أمام المرأة حتى لا تطلق العنان لأهواءها الجنسية لأن المرأة سبع أضعاف الرجل جنسا قوية دا أقولكم قوية بكل شي يعني كل ما الله ينطي قوة أنطال المرأة مو الرجال الرجل بس خابصنا بعضلات بس هي هي عدها الفكر عدها الكيان عدها حتى الجسد بالشكل الداخلي لاحظوا هنا دا تفهموني لو لا فإذا نهنانا الرجل يخاف من المرأة ولهذا يحجبها ولهذا يخليها بالمطبخ أنت مكانج بالمطبخ لطل عين كان يخلي فردة بينه وبين اللي يجي يدق الباب هم فردة حتى ما تجي وتباوح على الشخص الضيف لأنه يخاف يخاف من المرأة أنه بس عينها يتخ بعينها يصير مشكلة كبيرة فالرجل طول عمره إنسان يخاف من المرأة مو يسترها أتحداكم أي كلكم أهنانا أقول شيء واحد هذا النص التوراة يبين يبين بأنه المرأة هي الأصل ويبين قوتها ولكن يبين أيضا بعد الخطيئة صار الانقلاب وشوفوا المجتمع اليهودي شون صدر للمرأة بأنه هي شخصية مرعبة شخصية جبارة يخاف منها يرعب من عدها ودائما الرجل مثل ما قلت يحاول بشتى الوسائل أن يضبط ميزانها لأنه يحس بأنه المرأة قد تسبب دمار البيت وبالفعل أخوتي وأخواتي اليوم مجتمعنا مليان هسه شنو خيانات خيانات زوجية الرجل الرجل شنو الرجل عادي عادي يخون من يخون يروح في المكان في سيارة ما أحتي بعدين أحتي يا حلقة خاصة هذول لدي بعدين مريد نظحهم بس لهم حلقة لأنه بهذلون أكو أزواج خيانات الزوجية تصير هواية ليش لأن المرأة أطلقت العنان لأن الزوج ما يستحق أمانتها الزوج بدأ يصير برة 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 يابا وين رايح أروح مترجم سنة سنتين يا معود لا خلي أجمع بعد خلي أجمع بعد خلي أجمع بعد أجي بعدين وين مرتي ما يعرف وين مرتي وين مرتي فتحة محل المنو دير بالك علاقة الحب هي اللي تأطر حياة المرأة بس المرأة جبارة لازم تعرف شون تتعامل وياها وهي تنطيك شقد ما تريد بالدرجة اللي تحترم بها كرامتها وشخصيتها وحدودها لكن تجي وتلعب عليها صدقني كل كفخة ولا اللق تضربك وصدقني ضرباتها لاسعة وضرباتها تأذي وتموت وتخليك يجي تفرفر ضربة وحدة بس بس هي ليش لأنه احنا الدين خلق أطر للمرأة أنه تحترم زوجها أنه تقدس زوجها وأنه تكون إنسانة رائدة بالمجتمع وبيتها وتربي أطفالها بس إذا الزوج شنو غامر غامر بحضورها غامر بأمور كثيرة أروح ألم فلوس يا با على كيفك أكو ساعات استراحة رب تعال للبيت لا وبعدين يروح بغير مكان ويسوي لشقة ويسوي لقعدة ويجيب جماعة ويسوي سوالف يا با أنا شنو أنا خارج حدود مشيقل افتهمتون هنا لما تخونك ما أقول عدا حق بس أنت فتحت الباب وبالكيل الذي تكيلون يكالوا لكم ولهذا أنا دائما أقولها ديروا بالكم على الزوجاتكم لهذا قالها ماربولوس قال ديروا بالكم عليهم حبوهم مو تستعبدوهم ولهذا إحنا المنطلقين أخوتي واخواتي الآن أنه مو بس هذه العقلية ظهرت بالكتاب المقدس ظهرت عقلية اللخهم بشكل إيجابي مو بشكل سلبي عن المرأة إحنا قلنا بسفر اللاوين وسفر الخروج لأنه الفكر اليهودي كان ما يحب حواء وما يحب المرأة لأنه دخلت الموت ودخلت اللعنة على الجنس البشري وحتى إحنا دائما نؤمن بها نقول بحواء دخلت شنو الخطية مو العصيان لكن مريم العذراء وبطاعتها إحنا رجعنا إلى الحالة الأولى ما قبل السقوط يعني بين قوسين هذه الفكرة دائما نشوفها يسوع آدم الأول وعفو آدم الأول آدم ويسوع آدم الثاني اللي أدخل النعمة شوفون هنا مريم العذراء مو بنفس المستوى بس شنو طاعتها طاعتها كانت عظيمة نقابلها أمام حواء القديمة كانت شنو كانت بالعكس لكن هل هناك ظهور للطابع الأنتوي الإيجابي بالكتاب المقدس منو تعرفون نعرفوا هوايا زين نقول نقول شخصيات إذا قارن كتاب مقدس منو من الشخصيات مهمة بالكتاب المقدس أنتويا ما نوح عهد القديم شوفوا راحلة وسارة ورفقة وغيرها ما عندهم ذاك الفكر الريادي وذاك الشي الجديد كان وحده ظهرت مصلية هوايا مريم 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 هي أخة هارون وموسى سألتكم كافي مريم هي أخة هارون وموسى مريم أطتنا بعد مهم جدا للحياة الصلاتية لما أخذت الدف وجمعة جمعة النسوان وخلتهم يرقصون أمام تابوت العهد وقالت فلنفرح بالرب إلى الأبد باعنا بس مريم نفس الحالة قلت لكم حياة كل الشخص الكتابية هي حياة عادية مثل حياتنا مريم بعدين شا تسوي تروح تحرك أخوها هارون الكاهن على موسى أخوها الله فش يسوون يسوون مثل وليا عليه من يوقف في ظهره الله الله يعاقب مريم بالضرص أوكي ليش لأنه هاي مشكلة مريم هاي مشكلة حواء واقفة شا واقفة قدام الشجرة دائما يروبالكم الشجرة قد تكون فلوس مكان حضور وخر وخر بس عن هنا حتى الله رادت يكون إله حتى النبوة رادت تكون إله شوفوا هنا الشجرة بيهواي في مر وما زالت حواء واقفة أمام الشجرة فليوم المرة تريد الفلوس قال بابا أنا سايقة ريلا أنا أروح وأرجع هاللي قاس ما الله ده أدق أنا بهال ساعات لا أريد تزرع أريد جيب لي فلوس حواء بعدها فاتح حلقها بعدها تأكل منها الثمار جيب لي فلوس أنا أريد أشتري بربري بس عرف بربري ما عرف ليش أنا هاي بربري إيش اسمه لو فر لو 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 فت لوي فت هاي المهم فش تريدون فش تريدون خلوا على هاي الشجرة فإذا هي ما شجرة فقط معرفة خير وشر هاي الشجرة كل شي أهواء الدنيا كلها قدام حواء فإذا ليش الكتاب المقدس خل حواء قدام الشجرة مؤاد لأن حواء هي أكثر طلابة وي تريد ش تجي بالهل يقول لها مقتنعة حبيبي إي مو أنا أحبك مو أنا تعرف البيك وسوت لها كل شي وخلت للأرقيلة شكرا حياتي قلت ممكن تشتري لي شي ش راح تجيب لي هدية عيد العيد العم عيد الحب أي فهنانا تلاحظون ذكية كلش تعرف آه ما كو يتشد آه تك ذكية دارسة هاي لازم تدرس هاي لازم لازم تكون قائدة ولهذا ظهرت عدنا قائدة اللي هي دبورة 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 نبي قائدة ظهرت بسفر القضاة الصحاح الرابع شوفوا هنانا هذي خبلتهم الإسرائيليين شوفوا الإسرائيليين نش قد يكرهون المرة صارت هي القاضي مالته كانت تقعد جو نخلة ليش ليش طلعت هذه المرة لأنه ما كو زلم ما كان اكو زلم اليوم ما كان اكو زلم بوقتها قاموا والزلم يروحون يمها يجيبوه جماعتهم تعاي انت يقضي بيناتنا ايش قد ما كانت قوية دبورة هذا الزمن شند يرجع لأنه كل ما ضعف الفكر الرجولي صار الفكر الأنثوي أقوى قامت هي تقضي بالحق بين وقام الله يسدد خطاها إلى درجة قالت للباراق قالت لها روح أطلع على سيسرا طي حظة تعف مش قال باراق رئيس الجيوش قال لها أنا ما أطلع إذا ما تجين إيا قلت لم عب عليك باراق زلم ما كبرك أنا تسوي جل في يعني زلم ما كبرتك شعور ذك الجيوش الإسرائيل كلها تسمع لك تروح تطلع مرة تكتل سيسرا وبالفعل قدرت تقوي وطلعت كتلت سيسرا هذا العدو دبورة شنه يا أخوتي واخواتي امرأة فامرأة عدا قابلية على أنه تقضي بين بني إسرائيل فراحت الفكرة بلاويين وبمن وبالخروج بأن المرأة بس لعنة الآن صار عدا قابلية على الصلاة الآن عدنا دبورة بعدين عدنا منه أستر وأستر أستر اللي قدرت أنه شا تسوي تحافظ على شعبها وتقنع زوجها الملك أنه يهجم على عداء بني جلدتها وتنقذهم زين وعدنا أربعة منه راعوذ وراعوذ هذه الشخصية الشنية الشخصية العظيمة اللي قدرت أن تستميل قلب بوعز اللي هو جد 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 يسوع المسيح حتى تبقي لبطنها هم أبناء العهد وقدرت تسوي هالشي وراحت ويا راحت ويا الأرملة حماتها وما عافتها وطبعا هذا شي خيالي لأنه ماكوا واحد يحب حماتها هالقد بس يعني قلت لها هي نعمة قلت لها دي روحي 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 ما دام زمات ابني روحي شوفي حياتك قلت لها أبد ذي تلوح فلتت قلت أبدا يبقى وياج وبالفعل هذه إذا نقرأ القصة اللي هو هي حماوات بعد ما يقرؤ كتاب مقدس المهم فتشوفوه عامة ما تسمون فلس لا الكتاب المقدس منصف مع النساء التي عرفنا الله أوكي فهمت القصة حتى ما نكون سلبيين بالطرح زين يبقى شيء أخير هنا قمة الحضارة وقمة التعامل الإنساني صار بوقت منه صار بوقت المسيح المسيح أصبح هو محرر منه محرر النساء لأنه تعرفوا كل الزين بقى الفكر اليهودي شي ينطي المكان للمرأة اللي هي النبية دبورة واللي هي مريم وهاي بس نفس الوقت ينظر اجتماعيا للمرأة بأنه شنه هي خطر هي علامة استفهام هي ما تستحق الاحترام هي لا تأخذ بشهادته وهلما جرا وشوفوا أنتوا أكوا كتاب اسم التلمود قروش ونيحطم المرأة المرأة يقول لك شوف ولو هي شاية ما حلوة بس يا الله أقول لكم هي عادية تلموت قاد بها يقول حينما تحمل حينما يكون معك مرأة وكأنك تحمل حقيبة فيها غاط فضلات الجسد هي شي يفكرون بالمرأة فكانت مهانة واحتقار للمرأة يعني هاي خلوها ببالكم فالفكر اليهودي الاجتماعي كان بعده يقلص من حجم المرأة بس بالنهاية قلت لكم نفسيا هذا خوف هذا مو تديون هذا مو فكر إلهي بس هم أخذوا أخذوا النص التوراتي وأسقطوا جم غضبهم على المرأة وأنقصوا من دورها ليش لأنه إحنا انتقلنا من مرحلة شنو من مرحلة حضارية إلى مرحلة أخرى قبل المرحلة الأولى كانت شن هي عدنا الرعي وعدنا الصيد مو وقبل كان الإنسان شبي كان يفرق بهاية ويطلع النار مو فهذه الحضارة من ظهر الصيد المرأة راجعت لأنه ما عد عضلات فصار هو القوي هنا المرأة كانت الإلهة وبعدين صار الصيد قاموا يأكلون من الحيوانات فالمرأة ما تقدر تركض وراء الحيوان وتضرب بالخنجر طلع الرجل ضرب المرأة بعدين دخلنا بالرعي هي أعلى مراحل الحضارة مو بعدين نجي على أسمى مراحل الحضارة شنية الزراعة فإذا الصيد الرعي الزراعة أوكي فبالرعي والزراعة المرأة ما كان عد هذه فمن الصيد بدنا بأن نقول للمرأة باي باي بعد ما ليش دور بس قبلها كان المرأة هي الإله بهاي المراحل أيضا انكتب شنو انكتب النص التوراتي فتلاحظون اتنازلوا عن المرأة فصارت بالبيت الرجال يطلع يرعى المرأة بالبيت يسوي أكل ويجي ياقل هو بعدين صارت الزراعة وصارت شغل أما يسوع فإجي شنو سوى حرر المرأة من وين حررها داخليا حررها بالعمق انطاها معنى انطاها دور وين نشوف هذا الشيء انطا جملة يسوع قوية قدس المرأة وما خلاها مصدر استهلاك من قال من اشته امرأة باع هنا بين قوسين في قلبه فقط زنى مرح ضاجع المرأة بس فكر بيها بشكل غلط زنى والزنى هي شنو خطيئة عظيمة في اليهودية باع هنا يسوع قال الموء المضاجعة وممارسة الفحشة هي الخطيئة العظيمة انما مجرد انك تفكر بشهوة بالمرأة وتعتبرها مادة مستهلكة تاخذ منعدها اللي تريدها او وعاء تسكف بيه طاقتك المفرطة بذاك الوقت انت انت انسان ملعون من قبل الله وكان اكو هواية يعني يهود كان يفكرون البرص العمى الامور خطيئة الزنة اللي يقوم بها الانسان المهم شوفوا هنا هذا باحترام ضمني وقداسة وتقديس لكرامة المرأة ان المرأة لم تجعل من اجل ان تشتهيها المرأة جعلت حتى تساعدك بالحياة مو حتى بس تيقظ غرازك مثل ما اليوم ده تصير بكل مكان ده نشوف نسوان مصلخات يخلوهم على الايميلات يخلوهم حاول تشوفهم بأي مكان حتى المرأة ده تشوف نفسها بعد نوي انه انا اكون اوكي اذا ما يكون عندي صاحب ما عدا زوجي لكن يوم جاني واحد يقول يا ابو ناجتي بالانترنت متزوجة الحبيبة عندها اولاد قال امشي نطلع خلي نطلع بالسيارة هاي المرأة هاي المرأة العظيمة ملك طبعا بس هاي بالمرأة تمارس تخلص اوكي نلتقي غير يوم يا بنتي متزوجة شون زوج بعدين هو الولد كشة تروح قال لا مو انت متزوجة ليش ما كنت انت متزوجة متزوجة اني ما اسوي شي قلت لا اذا قلت منزوجة خاف ما ما يعجبك المرأة فالمرأة صارت تتنقص من شأنها انت منزوجة انت عندك حياة زوجية تروحين وراء واحد انت لعنة الله على ناسك وراس اللي يوقف بارك حتى لو كنت انت مضغوطة روح عفير رجلك ما سير رايط العون مثل هذا طلع طلع فيديو علي وبعدين رجع الدين ما 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 قش مرت و كل وعد يجي بس مابون صميم يريدتوش فيريد جاوب ما عندي وقت كيش هالقزام هذول بس لاحظوا الكذب وين انه دي ربالت يا مرة انت عظيمة انت مو انسانة بس شهوات انت مو بس غراج انت قديسة انت مشروع الهي انت اعظم من الرجل انت المسيطرة على المجتمع انت القاعد انت المناظلة انت المجاهدة شنو هي واسطة وتختزنين دورج الى درجات غلط شوفوا يسوع انت قد ينطيها معنى دي يقول من اشتهى امرأة من اشتهى امرأة امرأة مو للشهوة امرأة للحياة امرأة للمشاركة امرأة للتعاون امرأة للأمومة امرأة للفرح للحب ولهذا تلاحظون الكنيسة اتسست على فكر مقدس وفكر المسيحي فكر المسيحي وفكر ينطي للمرأة قيمتها بس كهواية ناس ضيعوا قيمتهم بسبب الفلوس وبسبب الشهوات وبسبب انه فلتت واطلقت العنان والجماح لشهوات الداخلية هذا الشيء اخوتي واخواتي كل وحدة تخون عندها لعنة من الله عاجلا ام عاجلا لكن اذا تطلب الغفران الله رح ينطيها النعمة صدقوني صدقوني الله فاتح باب الغفران بس عيب عليك تقول اي 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 ما دام هاي البنية هاي صديقتي عندها صاحب وهي صاحبة على زوجها ليش انا ما يكون عندي صاحب وش اما بعينك اما بعينك هذا التقليد التعييز هذا كثر بين النسوان اليوم انا نقلد اخذ اجيت قلدين قلدي بشي بي نعمة تحين سوين هالحركة هاي شنو فاني ما مثل ما طلبت وانسدت البيوت خاصة ان هذول اهل الحشيشة طلبت من الله قلت حتى الله يغفر لهم فهم ما طلبوا الغفران فالله فتح لهم باب الغفران ان شاء الله من تستسد بيوتهم اشكرك يا رب عالمودهم هما مو عالمود ان شاء الله يا رب كل وحدة هيتي انا ما ادعي عليها بس ان شاء الله يا رب تلقي طريقها لالله ولازم تصلون على النية لانه بيوت تنخرب من ورا مزعطة ما يحترمون سر الزواج خاصة ان كانوا نسان رجال اي واحد يخون شوف هنا يسوي باجسادنا ولهذا مجتمعنا استهلاكي قال له الشيطان ليسوع حول هذا الحجر الى خبز واكله واحنا اليوم نريد نحول الاجساد الى خبز وناقله فاذا هنا نلاحظوا من اشتاء امرأة في قلبها كافية كل الزين ومجبعة انه تبين قداسة المرأة في نظر يسوع وشون حررها من هذا الفكر ما عدا في لقى لقى ثمانية تعرفون اش صار لقى ثمانية كان يطلع يسوع ويجنويا شنو يجنويا نساء يساعدون التلاميذ ماديا يجيبون لهم اكل باعوا 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 دور المرأة اش قد عظيم صارت المرأة من قادة اليسوع ليش لانه بدأ يحررها بدأ ينطيها الحياة وبعدين نشوف ايضا مريم المجدلية اللي اخرج منها شقد سبع شياطين وهم رقم سبعة ركزوا عليه بانه المرأة من توصل الى مرحلة الزنة العالي انه عندها سبع ارواح شريرة يعني بالمعنى صارت عبدة للشياطين رقم سبعة ورقم الكمال بالحالة انه السبعة ايام هي واقعة تحت تأثير الزنة فاذن هي انسانة سقطت نهائيا ولهذا الكاتب يقول سبع ارواح شريرة هي مو بس سبعة هي قد يكون خمسمية فالسبعة يعني انترست ارواح شريرة لانه فتحت دارها فقط للزنة وحررها يسوع فاذن هنا اخوتي واخواتي شوفوا صارت مريم المجدرية هي المبشرة بالقيامة شوفوا لا حول ولا قوة باعوا هنا من امرأة مليانة خطايا وشياطين الى مبشرة بالقيامة باذن اذا شنو معناها معناها كل امرأة هي مشروع شنو توبة ومشروع الخروج نحو شنو نحو التبشير بالملكوت فماكوا واحد احسن من الاخ اليوم كنا خطأ يقول ماربولوس وعوزنا مجد الرب لكن اذا طلعنا من هذه العبودية الارواح الشريرة وفكر الزنة الى فكر التبشير بالملكوت احنا رح نوصل الى قمة قمة الحياة الملكوتية يبقى اخر شي تعرفون اعمال الرسل اخوتي واخواتي ركز على منه ركز على شخصيات ايضا شماسات من يذكر لي كم واحد ليديا ليديا بعد فيبي بعد بريسكيلا واكيلا هذولها مبروما كانوا يشتغلون القديس بولوس ويبشرون وفتحوا بيتهم وليح قول كورنثوس وراحوا وراء بأفسوس وبدوا يبشرون فتحوا بيتهم شوفوا شكت حلو يعني ولهذا تلاحظون بانه الفكر امتد الى الكنيسة الاولى واحترام وصارت المرأة شماسة بالمعنى شماسة مو تصعد مو تصعد على المذبح وتقدس ويا الكاهن او غيرها بس صارت تشتغل الكنيسة شكت حلو بغلاطية القديس بولوس صحاح الثالث آية 28 شيء يقول يقول لا ذكرا ولا أنثى بل كلنا واحد في محبة يسوع المسيح شوفوا هنا لا ذكرا ولا أنثى بالمعنى مو المسيح لغى الدرجة الذكورية مثلا كاهنوت نقول لا مثل الكنيسة الاسقفية او الكنيسة البروتستانتية دي يسوون قسات ودي يسوون مطرانات شايفين وما سيطلعون نسوان يلبسون نرس ملعبسون أي مو هذا الشيء لا وإنما لما نحك على أننا كنا بالعائلة المفذية بيسوع المسيح ماكو واحد أحسن من الله أنا قس هس وإنتم مؤمنين ماكو مقارنة ماكو أنه أنا أقول لا أنا قس أنا أحسن منكم أنا أسوي الذبيحة أنتو شدوا أنتو تجون سلبيين بس تأخذون الذبيحة من عندي ماكو شيء نظر الله إحنا كنا واحد ماكو واحد أحسن من الله فلدي نصعد فيها ترى يمكن إحنا أتعس منكم ما نعف الله هو فاحص القلوب والكلام بس بالنهاية إحنا كنا واحد إحنا عائلة مفذية بدم يسوع المسيح ولهذا لا ذكر ولا أنتو ماكو واحد أحسن من الله ولا عبد ولا حر ولا يوناني ولا يهودي كنا واحد في يسوع المسيح هذا اللي دي يقولها بولوس بس مو يعني أنه المرأة تصير تصير كاهن وتصير مطران ماكو يجيش التراتبية الكهنوتية ما أنا علاقة بي بس كعائلة مفدية بدم يسوع ماكو فرق بيناتنا كنا داخلين الملكوت ولهذا أخوتي واخواتي اليوم المرأة دا تعيش أتعس لحظاتها في عالم الاستهلاك الكتاب المقدس دا ينتي صورة عظيمة للمرأة وخاصة العهد الجديد إيش قد أنت قيمة للمرأة وأصبحت مبشرة وأصبحت نبية وأوهل أم جرا لكن المرأة بعد ما يعجبها هذا الشي دا تفكر بأن الحياة هي شجرة الأهواء شجرة الماركات شجرة الفلوس شجرة الملدات شجرة اللبس الكسير وعدم الحشمة شجرة الإباحيات وهذه الأمور كلها صحيح تقدر بيها تسيطر على المجتمع مع مالتنا لكن سيطرة يعني للأسف الشديد مؤلمة فإحنا هنا نقف عند هذه القصة الحلوة من التراث الياباني أكيد تبين أن المرأة قوية وتقدر تستخدم محاسنة بأنه سوي أمور عظيمة مرات بس هذا الشي مو صحيح على الصعيد الديني ويقول يوم كان كومبراطور حقير كل كان ما يحب المرأة فكان دائما يعذبها فقال المرأة هي شون ما يقولون الجماعات الشرق أوساطية نوية عورة فقال يوميا يطلع قرار ضد المرأة فاليوم قال آخر شي هاي كان المرأة بعد ما تمشي مثل الرجال خطوة فمخلي برجل المرأ ثقل ثقل قوي أوكي هنانا حتى من تمشي ما تمشي مثل الرجال تسحل وياها الثقل حتى بالمشي ما نطعها راحتها ولهذا تلاحظون بالحضارة اليابانية تشوفون يساون هي يساون هي تعرفون ليش كان ثقل برجلهم فالخطيئ ما يقدر يمشون عدل ما يقدر يمشون فكانوا يجرون شوية بهاي جنور فصارت المشي هيت هذا تراث الياباني شوفو لكن ما نطعهم أي إمكانية هذا الإمبراطور سوى أنه يونسون الرياجين فيشتغلون مومسات تعرفون شون مومس علب الليل بنات الهوى أي بس هذا نطعهم شوف شون احتقار وتدمير للمرأ فاجتمعوا النسوان قالوا أوك إذا هذا هو الطريق فإحنا دعونا نسوي بيت دعارة بس هذا بيت الدعارة هو مو لغرض أن نسوي هالشي بس لغرض نجمع فلوس حتى نتمكن وبالفعل سووا بيت هو بيت دعارة عن مضض لأنه مرادوا هذا الشيء جمعوا فلوس وقدروا أنه يسوون مكانه للمرأة من خلال هالفلوس وتركوا هذا الشيء وكرهوا وبعد ما يذكروا بتاريخهم بس لاحظوا المرأة قوية وشكرة ذكية مثل الميش وينما تحصرها تطلع ليش لأنه عندها قدرات الحية المهم نحن نصلي من أجل كل امرأة الرب ينطيها القوة ونشوف كم قديسات وإن شاء الله فإن محاضر نروح عن الرجال في الكتاب المقدس ونشوف ما سووا من دور ولحد اليوم أدوارهم هل هي أدوار قوية نتمنى أنه دور الرجل يكون دور عظيم دور ثوري وأيضا المرأة المرأة يعني رحمة رحمة مجتمعنا المسيحي كوني قديسة كوني امرأة متحبون نقولكم كوني امرأة يا مستبد حتى هو يحكي عليكم فإحنا بالنسبة لنا المرأة مشروع خلاص ومشروع قداسة ونصلي من أجلكم حتى الرب يبطيكم النعمة وتساعدونا في بناء مجتمع ملكوتي آمين شكرا جزيلا نعم